مش عارف هذا الاشي اللي الكيته اليوم مش عارف ان كمان طمشيطك اليوم فيها حركة غريبة ليش؟ 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 هالياسي المجدلنا يعاكلين هذا مش لانه ولا كمان يتعلق بيتغير الطقس طبعا اكيد مش عم بشيرتها مش لابس لانه كان كل الاشي هو عبارة عن التساؤل اليوم اللي منعيشه ليش لابس؟ ولي بيأثر فعليا على نفسية سواء الزملاء في العمل او حتى نفسية يعني ننتبه لا الكلمات لانه الكلمات يامة من كلمات ترفع من شئم البني آدم وتبدل قداش انك انت كمان بتودله وقداش بتحمله من محبة ممكن تقدمها لهذا البني آدم الشخص اللي امامك من خلال طريقة طرح التعليق طريقة تقديم كمان هذا الانتقاد البدل ما شاء الله عنها على والوان ربعية صفية اكيد بامتياز وانا بعرف انه شعري مرتب اليوم اهلا اسم الله عليك محميك يعني هو كمان حتى موضوع تغير الملابس مع تغير الصيف ومثلا الاجواء راح نخصص فقرة قريبة نكونوا معنا وتابعونا فيها هاي تساؤلات ممكن تكون حشرية احيانا ممكن انه تعطي طابع سلبي وطابع ايجابي واسلوب السؤال هنرحب بضيفنا الدكتور محمد البشرات خبير التنمية البشرية اللي راح نحكي كتير معاك في هاتسالة الصباح هاتسالة الصباحك بس ليسكم حلو عفوك شكرا لك كتير علاقات للأسف انتهت نتيجة هالكلمات النقادة كمان احنا حابين انحنا ندخل بتفاصيل اكثر عن هذا الموضوع ولكن احنا سألنا كمان الناس قد شو مبداية ومنها تدخلات وكيف تؤثر اراء الناس على حياتنا خلنا نشوف كمان اراء المشاهدين اراء المواطنين اللي تابعوا كاميرا فلسطين هذا الصباح وزملتنا ديالة زعرير كانت موجودة بين المواطنين خلنا نتعرف شو كانت اجوبتهم صراحة لا ما بحبش يعني ما بحبش حدا يدخل مثلا او يعني ما بهتم في حكي الناس يعني مرات بسمع منها يعني ما عشي بسمع 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 بخدش فيه يعني كل واحد بدي يحكي من انضلنا ورا الناس شو بتحكي لا اه فبسمع منها وبطنش منها مراتا او مراتا لا لانه في مراتا احنا مكون عاملين اشياء الناس شايفتها غلط واحنا ما يمكن ماخدينها انه بيعتقبار انه هي غلط فممكن نستفيد وممكن انه احنا نقبلها وما نقبلها الواحد بيهتم عشان يعدل في حاله للاحسن يعني وكل واحد رأي في النهاية يعني الواحد بيحترم رأيي الشخص التاني بهتم بقى رأي الناس انتقاداتهم بس بكون واثق من حالة منقل ايش اللي بعمله بس رأيهم بهمني كمان يعني ايش طبيعي انهم الناس انتقادوني انا كل واحد له رأي وكمان انه بصير ان اتقبل رأيهم كمان مش كثير بتقبلها كل واحد له رأيه فيه بس خليه الى ما باهتم كثير بأراء الناس لانه بعتقد كل واحد له وجهة نظر في الحياة يعني فيه الصح اللي بعتبره انا صح فيه عند الناس غلط والعكس صحيح يعني فما باهتم كثير لا بس ما أراء الناس بتقبلها اذا كانت رأيي بالناء بصلح من حالي وبأخذ بوجهة نظره اذا انا شفت في حالي انه رأيه يعني مش موجود فيي فبطنش الواحد لازم عايش لانه في المجتمع ما بقدرش يتخلى عنه فيه فيه اشياء بتكون انت بتتكبلها فيه اشياء ما بتقدر تتكبل حسب الموقف او الموضوع بهمنيش يعني ولا ايش من اللي بيحكوا يعني انا مش عايش مشانهم او مشان انا عايش مشان نفس اللي بشوفه صح بعمله بهمنيش قراءهم يعني شو ما يحكوا باللاتية اذا كان الاشي يعني انا شايفه مثلا بتوافق وبمشي معاي واشي لصالحه ولصالح لعدات التقاليد لانا عايشهم اكيد بس اذا شفتوا يعني انه فيه شوية نوع خارج على عداد التقاليد كان نوع انه بيكون مثلا عصبية نوع من الاحيان وهيك اكيد لا بتقبلوش حكي الناس وانتقاد الناس مرات بيكون لصالح الشخص وفيه مرات بيكون ضد مصلحة يعني الشخص فيه مرات بيكون حكي الناس ورأيهم خصوصا من الكبار بيستفيدوا منهم لصغار وحسب كله بيرجع لشخصية اللي بسمع الموضوع هذا الناس لما تيجوا تنتقدك يمكن تنتقدك بطريقة سلبية وإيجابية بيساعدك في تغيير شخصيتك بخصوصا انه احنا عايشين في النظام المجتمعي الناس تنظر لبعض يعني مزل المجتمعات الغربية فالمجتمعات الغربية ممكن بتلاك انه الناس ساكن مع بعض بس يمكن يتجار بعض تجاره بس احنا منعيش ببيئة انه انت عم سافة يمكن كيلو متر مربع كل الناس بتعرف بعض فيها ارتباطات عائلية واثرية بين الناس ومجتمعية ولذلك انه الواحد لازم يكون يعني يبحث او يسمع انه قدات الناس يمكن يتغير من سلوكه او اراءه او فكره يعني النهج اللي هو متخده اما في ناحية ايجابية وسلبية حسب اذا الرأي لمصلحتي ولا لا واحيانا ان الرأي بيكون منيح واحيانا بيكون مش منيح يعني تقريبا بتقبل اذا كان لصالحي اذا كان منيح يعني شفنا باراء المواطنين بالشارع وزمان احنا ديالة زعرير كانت بجولة معهم بتساؤل كثير شاكرين الها وايضا للمصور وابل عبدالدكتور محمد بشرات الخبير في تنمية البشرية زي ما سمعتها الاراء زي ما حطينا سؤال تفاعل من الصباح وكيف حكينا فيه من مبارك مجموعة الليش مجموعة التدخلات والتساؤلات والاستغراب شو سببها وقداش ممكن نعطي انه السبب فيها حشارية المواطنين مع بعض او المساحة اللي احنا فتحناها للناس يعني تستطيع صباحكم مرة ثانية وصباح كل مشاهدينكم الكرام لا شك انه احنا مجتمعاتنا العربية مجتمعات حشرية دكت عرف هاي الصعيش من الاول يعني نكونوا مريحين حالنا لانه هذا مرتبط بالثقافة ابتداء يعني الناس عندنا تتدخل في ما لا يعنيها وحقيقة هذه يعني للأسف كلتشر ثقافة موجودة ما بتجدها على فكرة في المجتمعات الاوروبية ما في هذا الحشرية انت انا بتدخل في اللي بصوف سيارته ما ليش علاقة فيه فالتدخل والحشرية هي للأسف ثقافة موجودة في مجتمعنا هي ذات امر يعني يعني خلينا نقول لها مسارين اما المساري الايجابي اللي هو التدخل الايجابي في الدفاع والحماية والمسؤولية اللي ممكن احنا منحبها بحيث ان يكون يعني بتولف نوع من الحماية المجتمعية ولكن الاسوأ الذي يمارس هو التدخل في ما لا يعنيه والقضايا الاسئلة اللي بتكون محرجة المساحات اللي بتكون بالخطوط الحمراء وإحنا للأسف الشديد بطريقة يعني لسا الناس مسترجاتش تحكي بس بيقى مجوزة والله مجوزة انت بولا مو مجوزة الجوزكي شو بيشتل عمي أمكي وين أبوكي شو بيعمل هذه التدخلات قديش رعتبك والله بعطوك مديرك راضي عنه فيه اسئلة كثير محرجة وبتدخل بمساحات غير سوية وغير صحيحة بصراحة اللي بيسمح للشخص يدخل أنا المشكلة هون إنه إحنا أعطينا المساحة لكمية هذا التدخل ولكنك من البداية حكيت إشي واقعي فعلا إنه مجتمعنا هون ثقافة الحشرية ما بدأ أقول لي ممكن ده أبعد عن كلمة الحشرية بنقول ثقافة التدخل ثقافة معرفة كل إشي عن هذا الشخص مع أنه ما بعنيني ولكن هو ثقافي هين أنا أدخل بمعنى إذا أنا حطيت حدود وكأن أنا عم بحط حدود لهذه العلاقة صحيح هو الفرنسيين إليهم مثل بيقول الفضول قتل الفقرة يعني بتنحط الأفص بفوت بصيده وبعض الأحيان إنه هذا الفضول القاتل وحن نحكي عن الفضول السلبي أنا ما عندي مشكلة بالفضول الإيجابي المقصود في التعلم لكن وين إحنا إشكاليتنا للأسف الشديد إنه إنت بتدخل وبتسأل أسئلة مرات محرجة ومرات أسئلة ليس من صلاحياتك ليس من مسؤولياتك وهون بدي أميز نقطة تفضلوا فيها المشاهدين أو الناس اللي قابلناهم أو قابلتوهم حكوا نقطة كتيرهم مهمة اللي هي قضية التقويم والتقييم أنا ممكن أسمع النقد الإيجابي اللي هو ممكن أقوم فيه حالي وأنا كلمة بحكي تقويم أنا بحكي مصطلح تربوي هو التحسين المستمر للأداء والتقييم أنا بشوف قيمة الشيء اللي هو بحكي لي لأنه مرات في بعض الأحيان بتكون كلمات جارحة وكلمات غير سوية أنا قبل الهواء كان بسألني أحد زملائكم بقول لي دكتور طفشو بنعمل معهم قلت له أنا الصبح كنت بقرة كن بحرا آسف علي برح تكون صعبة شوي بس خليها تكون شعار لإلي جواتي كن بحرا بمعنى كن بحر لأنه وما يضر البحر وإن ولغ فيه الكلاب في بعض الأحيان بيجي بعض الناس وبيجرحوك أنت كن بحر بمعنى أنه ما دايما تكون تروح للناس السلبين لأنه في ناس رح يخطفوك ويأثروا على حالك تأثير سلبي وبيعكروا مزاجك هون ملحقيننا هون التحصين النفسي الذي نعمله التحصيني أنا دا أعمل سد منيع بإتجاه كلامه والسد القادح بصراحة وهان أنا بدأ شاركك بشغلة زي مثلا كن بحرا فيه كان أستاذ لغة عربية بوجه له تحية كبيرة اسمه مفيد نافع وكله يوسفل يوسفل يعني كان مفيد مفيد في كل جهة كان يحكي ما تفكر فيما بعد الكلام أنه الحروف تموتوا حين تقالوا خاصة بجانب السلبي فهون من نركز على أنه كيف نقطع هاي الأشياء أو كيف ما نتأثر فيها بس خلينا نرجع للسؤال التفاعل اللي شاركنا فيه المواطنين على السوشل ميديا والمشاهدين لأن دائما كيف تؤثر أراء الناس في حياتنا وبننا نقرأ أول تعليق تشارك معنا بالحلقة لليوم دياب صباح أكيد رأي الناس مهم وبيأثر بشكل كبير فينا سواء بطريقة سلبية أو إيجابية مشاركة أخرى أيضا من دارين ياسر كثير في ناس انتحرت بسبب تعليقات الناس السيئة ياريت الواحد يرتقي برأيه هون كمان بمقادمة الفقرة تحدثنا أنا وعلى عن كيف ممكن أنك توجه الرأي ممكن أنك توجه رأيك أو انتقادك لشخص معين ولكن بطرق مختلفة بتخليه تقبلها أو بتخليه أنه فعليا ينظر لإلها إذا كنت فعليا تصدحك يعني رحمه الله من الأهداء إلي عيوب يعني هي دائما الهدية بتكون في بكجة أنا دائما لو بوصل الفكرة للآخر بطريقة حلوة أنا ممكن مثلا مش عجبتني بدلت على أين كانت بتجنن أجلوا اللون هذا مش لايء عليك بفيه ألوان أحلى عليك على فكرة أوجدوا مالفضل شوف شوفوا لابس ومرات يعني في أحد الدراسات العلمية بتقول أنه كم أثر الكلمات نفسيا ومشاعريا بقولوا أنه الكلمة ككلمة 7% لكن الأثر في نبرة الصوت ولغة الجسد تتجاوز 93% طبعا مرات بعض الناس ما بنعرف إحنا ممكن ما يحكي ولا كلمة بس حالة نبرة الصوت والحركة الجسدية أحيانا كمان بعض الانتقادات من أشخاص معينين يعني لو يعني يمكن فيه مثلا خلفية سابقة بينهم فتنك رأيك أنا مش عام بحكي لنا رأي سابقة ولكن هم فعليا موجود في مجتمع أحيانا التعليق نفسه بيختلف من شخص لشخص وقداش ممكن أنك أنت تتقبلوا من أشخاص معينين هو بالنهاية بتكون إلا بصمة خاصة فيه في بعض الناس هو تخصصوا بهذه الطريقة أنا دائما بقول الناس راح تصطادك ورح يعني في بعض الناس يسميهم الوتر قوس مجدود يعني بظلوا يصيدك في الأسهم بظلوا دائما يلقي عليك متصيد الأخطاء أو حتى مرات مش خطأ بتلاقيه هو شخص متصيد دائما يرى بالعين السلبية هذا النوع إحنا بحاجة لتحصيل أنا دائما بقول بحاجة لتحصيل إحنا منتأثر ما بقدر أقول ما منتأثر إحنا منتأثر حجم التأثر حسب قدرتك وقوبتك وصحتك النفسية يعني قد يكون التأثر هامشي السريع بسيط ينتهي وقد يكون تأثر عميق يجعل لك النكد ونعم بعض الكلمات قد تكون قاتلة قاتلة نفسية وجارحة وتوصل مرات عند الإنسان يعني يدخل بحالات اكتئابية وصراع نفسي داخل لأنه في النهاية الكلمة مؤثرة الكلمة مرات الجارحة اللي غير موزونة من الأشخاص قد تكون مؤثرة على الآخرين زي بالضبط لما بيجي حالي ولك والله تعرف اللي حكي اللي كلمة حكيت لي أثرت فيه وخلتني أنطلق وخلتني أكون متميز لأنه الكلام مؤثر والعالم بقول دائما قوة الكلمة بقوة المشاعر اللي فيها فلما تكون بمشاعر سلبية بدا تكون جد مؤذية لما تكون بمشاعر إيجابية أنا بتقبلها بصراحة هنا إحنا لازم نتدرب على التقبل ومش القبول هذا الفرق شاسع بين تقبل وقبول تقبل بمعنى أنه حر معناه بالنهاية بدي أعمل تكيف أدير الإنفعال في الوقت وفي الأزمة اللي أنا موجود فيها لكن ليس بالضرورة أن يكون كلامه صحيحا ليس بالضرورة أن يكون كلامه صحيحا الرد عليه حسب نوعه وفئته وعمره وقدرتي لأن مرات في بعض الرد الصمت أولى يعني قد يكون الصمت أبلغ ما ترد عليه يعني مش ضروري دائما نفتحها مناظرات يعني بعض الناس يقول لا بدرد على هذا كثير من الناس كمان يجدوا تعليق المناسب أو الرد المناسب بعد فوات الموقف هذا الإشي وبتصير وبتصير مع الجميع لأنه لو أنه رجع هذا الموقف كان لازم أنا رديت بهذه الطريقة المعينة كيف الحل كمان الحل بروح بيعملوا على الفيسبوك بحط الرد آآ بيقول قصف جبهة بعض الناس اللي ما بتكرت ولا خلص واضح نصير هاشتاغ مقصودة دكتور يعني بصفة هاشتاغ مقصودة كمان فيه تعليقات معنا على الفيسبوك من نور الأحمد النقد البناء مهم جدا في حياتنا سواء العملية الاجتماعية لأنه أراء الناس تؤثر في شخصيتنا آآ أول اجتماعية آآ لأنه هاي كلمة واحدة طويلة وأيضا التعليق الثاني من ميلاد أبو شنب مشكلتنا منفتكر لأسلوب الانتقاد وهيك بيكون المرجع على حياتنا سلبي هذا قوي آآ نعم لأنه فنان الليسان صالح نهاية الفنان الليسان اللي بيحكي الكلمة الحلوة مش بقوله دائما الكلمة الحلوة بالتحنن والكلمة الأخرى بالتجنن يعني ده تخليك مجنون لأنه مرات الكلمات التي الناس ما بتتنتبه حتى التعليقات على الفيسبوك مش هي كلمات لكنها تؤثر تأثير غير عادي لأنه بعض الناس حتى لو كان قصده مقصودة بس بيأثر يعني أنا مرات أنا مرة من المرات اللي عملتها شخصيا من باق قياس الأثر حطيت عبارة وكلمة مقصودة وأنا قاعد بضحك لا تتخيلوا كم حجم التعليقات مستحيل الدكتور أنت بتحكيك طب دكتور ما ليش تبع التعبان طب منزعع لك ما عقول أنت تكون هيك وأنا في حالة الهستيرية تضحك وأقول جد الناس هذا الكلام يؤثر في القصة نعم نعم تؤثر قضية كيف ننتقل الكلمات كيف نحكي الكلمات كيف نرتبها مش هيك اليوم العالم بيدفع مئات ملايين الدولارات على تدريب مهارات الاتصال والتواصل ليش إحنا من الناس يعرف كيف تحكي وإم تتحكي وشو تحكي رتب كلماتك ليه لأنه تؤثر تأثير غير عادي بالآخرين بل بتحثه وبصير حالة الانتماء يعني أنا بصير علاقة شخصية بيني وبينها الشخص لما أحكي له كلمة حلوة لما أقول له لا ما شاء الله عليك أنت بتقدر أنت عندك الأشياء الحلوة في عندك أشياء تانية بتقدر عليها هون منسميها دائماً للاستبدال أنا دائماً بجيبها بطريقة بسيطة وهي العلاقة في البرمج الأم تريزة بتقول عبارة جداً خطيرة وجميلة بين نفس الوقت بتقول أنا لا أشارك في مسيرة ضد الحرب ولكن أشارك في مسيرة مع السلام هي نفس المسيرة ولكن النص اختلف في التأثير الإيجابي أو السلبي في المفاهيم اللي أنا ممكن أتركها أنا ممكن أجل أولي ابني أنت كذاب طول عمرك بتكذب ما أبوك كذاب زيك طبعاً تتطلق من البيان بس ممكن تقولهم أنت لازم تكون صادق وبابا دائماً لو بغلط مش أصده بس إحنا لازم نكون كلنا صادقين فرق شاسع هون بصير التقبل أنا ممكن أقبل منك تقول لي أنت عندك أخطاء كثيرة بشكل أجمل وممكن أرفض منك مدح قد يكون فيه جرح طيب دكتور في شغلة مهمة جداً لموضوع تدخل وإحنا نحكي عن كمان التأثر بالتدخل ما بين الرجال والنساء النساء عاطفيات أكتر من الرجل الرجل ممكن يطنش يعد للعشرة ويحكي وفي بعض الأسئلة المحرجة للفتيات في مجتمعنا الشرقي تحديداً أنت ليش لهلأ ما تزوجتي أنت كتير حلوة بس ما تزوجتيش أنت ما شاء الله عنك ليش ما خلفتي أنت ليش بتشتغلي هاي الأشياء حتى بتجي من ناس من كبار العمر وبيكونوا حتى بيتعاملوا يا إما بتجريح متعمد أو يعني بعفوية كيف ممكن ترد هاي الأنت أو تستوعب كم هالهجمة اللي ممكن تكون مؤثرة سلبياً إحنا اتفقناها الثقافي أكيد شوفوا في ناس بتعيش الدراما والأنثة تعيش الدراما أكثر من الرجل وجد بتعيش الدراما ما يزعلوا مننا إحنا منعزهم الستات بس هي بتعيش الدراما ومرات الدراما بيكون مبالغ فيها وانت حتفضلت في نقطة كتير خطيرة هو التساؤلات بتكون مرات أقصى من ذلك يعني مرات في جولها الله يصبرك الله يجبر خاطرك الله يجبر خاطرك الله يصطر عليك عم وكأنه القطار هذه الجروحات النفسية اللي بتأثر على الناس أنا دائما بقول حسب الشخص اللي بحكي قد إذا كان قاصد أنا مع الرد الصارم المؤلم وفي الوقت لأنه بالنهاية مرة واحدة بسمح له يجرحني وبعدها بسكر له طب أنا مثلا أقول له ما دخلك أو مش تخصصك أو مثلا يعني أنا الأجوبة الأجوبة هاي ممكن له ما دخلك ممكن له من تدخل فيما لا يعني لقي ما لا يرده تقدر الأنثى تجاوب هذا الجواب في مجتمعنا؟ آه طبعا بس حسب وين البيئة اللي هي فيها بدي يكون سند إلها لأنه عادة الأراء تختلف بالنظرة للأنثى في طريق في طبيعة الرد في الموقف المناسب هونا الثقة بالنفس مهمة جدا أنا أنت تفضلت نقطة كتير خطيرة أنا بعرف مجتمعنا مجتمع ذكوري للأسف وقامع للمرأة ومستبد وما نجاملش إحنا في النهاية ولا نجمل ولكن هي لإلها علاقة بالقضية الثقة بنفسها قد يش هي بتكون الثقة بنفسها ممكن يكون عندها الأسلوب مرات التطنيش ما إحنا نقول الصمت قوة في بعض الأحيان إنه مرات ما ترد عليها ممكن جزء ومرات ترد عليها يكون جزء لكن بها تكون هي القادر على الرد السليم بحيث ما يصير نقطة عليها أنا ضد الرد العنيف بمعنى العنيف أنا لكن الرد الحازم أنا معه الرد الحازم المقصود فينا مجتمع معلش يعني في النهاية كل واحد ردنا بيختار له الخير فأنا راضي برده ربنا فمرات أنا ممكن أجاوبه جواب أسكته الواحد وأخليه ما يحكيش ولا كلمة هون بتسموها الجواب المفحم هذا الجبهة لهم أنا اللي بحكي فيه كمان فرق العمر يعني احتراما لرجل كبير بالسن إجا تدخل مثلا بلبس أنا ملابسه أو بشكل طب هذا الإنسان كبير مش حيفهم تلقائيا وحتى أنت بتعرف بمصالحاتنا العفوية أنت شكلك مش مؤدب لما بترد مثلا في رجل كبير أو شيخ مسجد أو مختار أو حتى مثلا أحد الكبار في العائلة هون كديش ممكن أتعامل معهم بذكاء وفتنة وكون المبين لهم الإنسان اللطيف اللي مش همجي أو آآ آآ أنا مربط على قانوننا أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم أنا بسميها بلغتنا على قدر أنماطهم وعلى قدر فئاتهم كل واحد فئتهم أنا ما بقدر أجواب جواب واحد هو جواب سحري لكل البشر بدي أنهي بدي أكون أنا ذكي في الجواب الصادم لكنه المؤدب ليكون جد مؤدب هذا خير ما ننهي فيها صحيح ورد اللي بيكون على هذه الأسئلة التعليق الأخير كمان للمشارك معنا اليوم من خلال الفيسبوك من أم يامن اللي كانت عم بتعلق على البرنامج عمتا اليوم البرنامج الصباحي حلو ومنورين نورة وعلى وضيفكم كمان وطاقاتكم الإيجابية ووصلتنا للبيت وهذا أكيد ما بعنينا كمان جداً بعنينا أن هذه الطاقة الإيجابية توصل فعلياً للبيت وفعلاً نقدر أن نحنا نأثر نشكر كمان أم يامن على متابعتها لبرنامجنا الصباحي وأخيراً من آية البطراو اللي كانت عم بتعلق على النقطة الأخيرة اللي طرحها علاء الأنثى حساسة أكثر من الرجل وشخصيتها رقيقة ويؤثر فيها رأي الناس أكثر من الرجل سواء سلبي أو إيجابي قرورة ما نحافظ عليها صحيح دكتور يعني أحنا الموضوع هذا كثير مهم جداً أنه نتدخل فيه وكثير من مرحلة الامتقاء باللغة مش كل الناس فاطنين أو عندهم البداحة اللغوية واللباقة اللغوية حتى بالرد مش فقط بالسؤال وإيضاً أنه لما أنا بدي أجي دائماً نحكيها كلمة عدل العشرة قبل ما تحكي كلمة من مهارات الرد إذا لم تتعامل مثلاً مع فئات مجتمعية شو أبرز المهارات اللي أنا ممكن أقول للمواطن أنه أنت لازم تتعامل فيها حتى لو كان التعليق أو التدخل بحياتك كومبن تمام أنا عشان أرد صديقي على أختي نور لازم أتذكر التالي أول حاجة ما يكون رد انفعالي ما يكون رد جنوني ما يكون رد اندفاعي هذا مهمة كثير لأنني أنا هون لن أكون متزن إذا كان بدي يكون انفعالي أو اندفاعي وجوني خلاص أنا خسران خسرت المعركة إذن هي لعدل العشرة ببساطة عدل العشرة رقم تنين بدي أوزن الكلين اللي أريد أحكيها سأدفع الثمن تلقائياً مباشرةً رقم تلاتة بدي أذكر الكلمات تكون مقتضبة وقصيرة ما أدخل بتفاصيل لأنه هون بصير يدخل في تفاصيل كثيرة وأحد الناس اللي قابلتوها شو قال قال ممكن يحمل لي مشاكل وممكن أدخل بمشاكسات وممكن يصير مشاجرة مشانك مرات بتلقي أغلب المشاكل بين مجتمعاتنا هي الكلمات دكتور يعني إحنا الحديث لا يتوقف معك بهذا الموضوع وبكثير من المواضيع إن شاء الله نتشارك دائماً مع بعض الوصول إلى الأفضل والأرقى للناس شكراً لألك دكتور محمد بشرات الخبير في تنمي البشرية وشكراً لوقتك الثمين والروح والطاقة الإيجابية لمادتنا فيها أكيد السلام عليكم معكم الدكتور محمد بشرات إذا عجبكم هذا الفيديو لو سمحتوا لايك شير سبسكرايب وأتمنى أن نتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته